ليس غريبا حين يرد خبر يفيد بتراجع معدل متوسط الأعمار في العراق والتي ترجمها أطباء مختصون على أنها وفيات مفاجئة نتيجة ضغوط نفسية فالعراقيون وعلى مدى عدة أعوام كانوا يتصدرون المراتب من حيث إصاباتهم بالبؤس واليأس والقلق والإحباط والتوتر على مستوى العالم ففي أحدث تصنيف لعام 2018 بشأن مؤشر السعادة عالميا احتل العراق المرتبة 160 من أصل 163 وفقا لمعهد الاقتصاد والسلام الدولي والذي اعتمد على 23 عاملا اجتملت مثلا على مستوى السلامة والأمن الاجتماعي ومستوى المعيشة والرخاء وهي أمور يفتقدها العراقيون صحيفة العرب الجديد نقلت عن مسؤول في وزارة الصحة العراقية تأكيده ارتفاع معدل الوفيات بين متوسطي العمار بشكل لفت خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن العوامل النفسية لعبت دورا في ذلك وكشف تسجيل مستشفيات البلاد وفيات مفاجئة أسبوعيا وأحيانا يوميا وأن معظم المتوفين لم يتجاوز الخامسة والأربعين أو الخمسين من العمر كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن المدن التي شهدت عمليات عسكرية سجلت النسب الأكبر بتراجع متوسط العمار فيها فيما زادت النسب بشكل مطرد مع ارتفاع معدل الفقر والبطالة الصحيفة نفسها نقلت عن مستشارة الطب النفسي الدكتورة باتول زبيدي قولها إن الأمراض النفسية ارتفعت بشكل خطير مؤخرا وخاصة بين شريحة شباب لعدة أسباب منها الانفجارات والرعب بسبب العمليات العسكرية والخوف من المجهول وتفاقم البطالة والفقر والإذلال الذي يشعر به الناس موضحة أن تلك الأمراض تراكمت وتحولت إلى مخاطر عضوية تهدد سلامة القلب وشرين ودماغ لتترجم بعدها على شكل جلطات قلبية ودماغية انتهت بالموت المفاجأ من جهتها رصدت منظمة رحمات الإنسانية عشرات الوفيات المفاجأة منذ بداية موجات النزوح وحتى اليوم لافتة إلى أن معظم الضحايا تعرضوا إلى ضغوط نفسية هائلة سببت أمراضا عضوية خطيرة ارتفاع نسبة وفيات العراقيين يعد أمرا كارثيا على المستوى الإنساني ولكنه ربما يكون خبرا مفرحا ومريحا للسلطة الحاكمة التي عبر بعض ممثليها في عدة مناسبات كهما محمود رئيس المجلس الأعلى عن أن زيادة الكثافة السكانية أمر مرهق لكاهل الحكومة وإمكانياتها وهذا ما يفسر إهمال سلطة المنطقة الخضراء واجباتها ومنها صحة المواطن ما دامهم وأهلهم يتلقونها في الخارج موسيقى